موسيقى اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج لنتعلم اللغة الصينية معكم الموزيع النورهان علي في الحلقة السابقة قد تعلمنا الحرف اي واي معا سنتعلم اليوم بعض الكلمات البسيطة مثل ابيض وحب وما الى ذلك يمكن ان تساعدنا هذه الكلمات في التمرين على البيين وبالتالي تحسين النطق وعلينا ايضا ان نهتم بالمراجعة بعد كل درس لذلك دعونا نبدأ درس اليوم الكلمة جدة التي تعلناها سابقا تحتوي على حرف الاي في نهاية المقطع لنقوم بمراجعتها مرة اخرى من فضلك اقرأ من بعدي الكلمة الاولى ستكون تلك الكلمة التي يحب العديد من الناس تعلمها بعد تعلمها يمكننا استخدامها للتعبير عن حبنا للعائلة الا وهي كلمة حب وتكون اي 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 كمثال على ذلك انا احبك في اللغة الصينية تكون واي نئي من فضلك اقرأ من بعدي الكلمة الثانية هي فعل شائع لاستخدام لشراء شيء ما شراء في اللغة الصينية يتم قراءتها على النحو الاتي ماعي 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 احسنت اما الكلمة الاخيرة فهي كلمة تستخدم كلون لغة صيني ماعي 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 المصري المصري الغالي الجديدة ونجرب نطق حرف الآي في نهاية المقطع. من فضلك اقرأ من بعدي. أحسنت. حسنا في هذه الحلقة قد تعلمنا بعض الكلمات البسيطة والتي يمكنكم مراجعتها من خلال تكوين بعض الجمل. مرحبا بكم في كتابة أسئلتكم واستفسراتكم أراكم في الحلقة القادمة وبالتوفيق للجميع. ترجمة نانسي قنقر